السلام عليكم متابعين من قناة سماس بورت يا هلو مرحبا فيكم هاي رجعنا بعد عطلة العيد ومشوار على البحر وتغير لوننا على السود على احمر اليوم انا جاي بموضوع كتير حلو ان شاء الله ينال اعجاب الجمهور وبيعتقد كتير من الناس ما رح يعجبون هذا الوضع او الكلام اللي بدي احكيه انا عم بغطيك مقترحات ما عم بغطيك رسميا تم تعيين المدرب الفلاني لمنتخب سوريا انا صانع محتوى انا بدي اعطيك اليوم اقتراح ان كان لسادة المتابعين ان كان لسادة المسؤولين باتحاد الكرب من هالمدرب ببساطة عمار شماري واحد من انجح المدربين المحلين طبعا فيه ثلاثة او اتنين بنعدوا على اصابع اليد الوحدة ثلاثة او اتنين ما بنعدوا هتوله تمام الناجحين بالدوري السوري رغم الضعف والله وقت بحكي انه ضعف الدوري السوري انا بزعلوا بحزبي نفسي ليش لانه هذا دورينا بالنهاية لازم يستغلوا على الدوري تبلش نشوف منتخباتنا بفئة العمرية انهم عمار شمعني؟ يعني مثل الزبدية الصينية منين ما ضربته برن ان كان لاعب بمسيته كان فيه مقدم مستوية جميلة انجازات على صعيد الشخصي اليوم من سنتين او ثلاثة نادي جبلة كان مهدد الهبوط استلم عمار شمعني ما حصل على القطب طبعا استلم عمار شمعني قبل انتهاء المرحلة او انتهاء الموسم بمرحلتين او ثلاثة نجي الفريق واخد معه لقب كاسة جمهورية تمام؟ تمام طبعا انا ما رح اعطيك السي في الكامل للكابتن عمار شمعي اللي اعطيك لقوس اقلام رجع الفتوة اخد لقب الدوري وكاسة جمهورية طبعا اه كلتنا منعرف بداية استلم محمد عقيل من بعد استلم اه نادي الفتوة طبعا من بعد استلم اه الكابتن ايمان حكيم وتوجب لقب ثنائية تاريخية لفريق الفتوة عمار شمعي طبعا اليوم اه من اصعب المباريات اللي بشوفها انا مباريات كاس جمهورية خاصة عنا لانه اه بتلعب اغلب الاحيان على اراضي محايدة بتلعب اه خروج المغلوب ما بيعتمدوا على الاداء بيعتمدوا على الزكاء اللاعبين وحنكة المدرب اليوم عمار شمعي فيه يوصل منتخب سوريا لكاس العالم بذكر يا شباب انا عم بعطيك اختراح ما عم بغالك شيء رسمي انه صار كذا 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 لا انا عم بعطيك اختراح انت ضدي انت معي هذا الشيء برجع لك تمام عمار شمعي اعطوه صلاحية المدرب الاجنبي وشوفو اذا ما عمل العجايب مع منتخب سوريا وخاصة اليومي عنا فرصة تاريخية متل ما حكى اه الاستاذ عماد العميديا برنامج تسعين دائقة اليوم بعد خروجنا من تصفيات كاس العالم تمام يا شباب تمام فيه انتك فترة يعني ما يقارب بالثمينة الشهر او تسعة الشهر لبداية التصفيات المؤخرة لكاس اسيا 2027 اليوم نحن اه على ابواب الشهر السابع والتصفيات ببداية اه او منتصف شهر الثالث بالفين وخمسة وعشرين افضل فترة تحضيرية لمنطور سوريا بقيادة المدرب المحلي او مدرب اجنبي تمام فترة 8 شهر اهم عامل ان كان للمدرب المحلي او للمدرب الاجنبي عامل الاستقرار اليوم عندك مساحة لتلعب فيها مباراة ودية طبعا المباراة الودية محدودة يا شباب ليش? لانك راح تلعب بمنتخبات مستواها قريبة عليك هاي فترة الاولى فيها تحضر المنتخبات بمنتخب السوري بشرط انه يكون عندك عامل الاستقرار بشرط الاستقرار ومو الله كل ما شافوا صورة على الفيسبوك او فيديو على اليوتيوب هذا اللعب اسطورة وهذا اللعب كابوس وهذا ما بعرف شو هذا كله اسمه عليك مزدي انت استقر على 26 لعب انت مغتنع فيهم كمل فيهم الفترة التحضيرية لا والله كل مباراة ودية اضفنا اربع لعبين كل مباراة ودية استبعدنا خمس لعبين كل مباراة ودية كازا هذا مو اسمه تحضير ولا اسمه منتخب ولا اسمه اه توصل لك كأس العالم لا هذا اسمه استقرار خلاص عندك 26 لعب كلهم من المحترفين كلهم من المغتربين تمام فيك تحضر مع هذا المنتخب لبداية 2025 او شهر الثالث بـ 2025 اهم شيء هون ليش شو اللي خرب المنتخب الحالي او ليش ما وصلنا لدهر الثالث من تصيير كاز العالم عامل الاستقرار كل مرة بتشوف ثلاث لعبين كل مرة بتشوف اربع لعبين كل مرة بتشوف فلان غاب كل مرة بتشوف هذا مرض كل مرة هذا شوف هذا مبصر يا شباب هذا مبصر اه النقطة التانية اه اه اتحار السوري رابع نواجه بعد خروجنا من اليابان كانت عطلة العيد على هينوراسي خلصنا من عطلة العيد لحياة اللي منتنادي طب غير امنة وصدقنا ما راح تستقيله في ظروف كذا كذا بنا بدنا شيء يعني بصيص امل بدنا شيء يفرح الجمهور لا فيه تفاوض مع اللعب المدربين لا فيه استقالة لا فيه ترميم وبعدها مع الشغل يا شباب انا بالنسبة لعلي اتحاد السوري واتحاد الرياض العام فاقد الشرعية كثير من الناس بيسألوني يا ابو هاني شو دخل اتحاد الرياض العام باتحاد ورعة القدم وبالمنتخب بدورة العاب الاسعوية بالصين بالصيفية الماضية شاركنا بثمان رياضيين وجينا يمكن بخفيح هنين ميدالية او تنتين بس بدورة الالعاب العربية شاركوا يعني نوعا ما عملوا نتاج يعني 53 ميدالية ملوءة بدورة البحر الابيض المتوسط كذلك الامر ما عارف كم لاعب شارك او كم رياضي اليوم باولمبياد باريس لحت تاريخ تصوير هذا الفيديو ثلاثة متأحلين بس هذا انجازات اتحاد الرياض العام على ايام موفق الجمعة والله كنا نشوف وفودة وفود هذا خلافي مع الاستاذ خلاس مع الله ولا لا اكتب العقر الموضوع الثالث متى سيبدأ على الدوري السوري متى موعد الانتقالات متى موعد كأس السوبر السوري كل هالتفاصيل لازم يحطوا الناس بالصورة مؤتمر صحفي عنا واحد اتنين اتاتين مثلا يا اخي بداية الدوري بشهر العاشر مشان تعطي مجال للاندية مشان تعطي مجال للرؤساء الاندية الجديدة لصيانة الملاعب هاي الكذبة اللي كل سنة بنعيشها وكل سنة بعيشونا اياها فترة انتقالات متى تبدأ متى تنتهي فترة انتقالات الشتوية متى تبدأ متى تنتهي هاي الامور تأخرنا فيها كثير من الدوريات قرروا يبدأوا بشهر التامل دور القطري عندك حيبلش بخمسة عشر او اربعة عشر اثماني دور الاسباني رح يتأخرها في سنة شوية عشر خمسة عشر يوم رح يبلش بشهر التامل عشرين اثمانية وهيك شي دور انجليزي كذلك لا ما كلهم اعلنوا عن بداية الموسم الجديد اللي عننا نحن غايبين اعمة بيبدأ اعمة الانتقالات اعمة كذا كذا ما حدا بيعرف هاي الامور لازم تحطوها مشان ما يجي رئيسنا دي يقول لك والله انا استعمارها استلمت وما بعرف زياد من العباد ما عندي خطة ما عندي الاتحاد ما اعطاني التعليمات هاي الامور خلصنا من الدوري موسم ماضي ابعد شهر شهر ونص صار اكثر من شهر ونص تقريبا خلص الدوري اعلن مباشرة انه خاص بشهر التاسع وبشهر العشر حيبدأ الموسم الجديد على هاد الاساس الاندي بتحضر تمام يا شباب هاي الامور اليوم ان شاء الله انها جميل سلام عليكم ورحمة الله